ده كان تقريرنا مع الفريق بس عايز اوضح حاجة مهمة انه زما سمعته حضراتكم انه مش بالنقاط احنا في النقاط ازيد ممكن بعد نهاية الجولتين دول هنبقى 55 النادي الاهلي نقطة نادي الزمالة 53 اه بالنقاط احنا فرقين ولكن الاتحاد الدولي غير نظامه وبالتالي الاتحاد المصري غير نظام وانه انت بتكسب او بتحدد البطل بنتيجة المطشاط الفوز عدد مطشاط الفوز انت فوزت كم مباراة انت البطل لو تسوينا في عدد مباراة الفوز نروح للنقاط فهو ده نظام الطائرة بس حبيت اوضح لكم فمعنى كده ان مباراة نادي زمالك هتكون هي المباراة الفيصل بشكل كبير طيب هنروح للكرة الطائرة سيدات احتفلنا يوم الاتنين اللي فات ببطولة الدولة ونمطش الصيد وفوزنا طبعا احتفالية رائعة من فتاة الزهب بنستعد دلوقتي لثمن نهاية كأس مصر لسيدات الطائرة فريقنا هيلعب يوم الجمعة اللي جاية قدام التيران على صالتنا صالت الشهداء باهل الجزيرة الساعة 6 ان شاء الله الفرق هدفها طبعا وطموحها كله الفوز بالسلية خاصة ان احنا مشاركناش في بطولة افريقيا عشان حضراتكم عارفين طبعا عشان جاة احد كورونا والاهل بإذن الله في حالة فوزه هيلعب مع الكسبان من اصحاب الجياد وست اكتوبر كل التوفيق لكابتال حمد الصافي وفتيات الزهب هنروح للسكواش السكواش الحقيقة اللي عامل طفرة كبيرة بعدات اللاعبين يعني السكواش هيبقى في حلقة وهنوضح كتير استراتيجية السكواش ايه في رباعي اهلاوي هيشارك في بطولة الجونة الدولية للسكواش القادمة الرباعي هم مين مصطفى عسل يوسف سليمان في الرجال ويثرب عادل وسانا محمود في السيدات هيشاركوا في طولة الجونة اللي هتتلعب من 20 لحد 28 مايو في الجونة وهتبقى بنظام البابل او الفقاعة المغلقة القرع دي طبعا جنبت مصطفى عسل واسر بعادل انهم هلعبوا في الدور الرئيسي دور الستاشر ليه عشان هم من احسن ستاشر لعيد فانت ما بتلعبش في الدور التمهيدة بتخش على الدور الرئيسي على طول سانا ابراهيم سانا محمود ابراهيم للأسف هتلعب في التمهيدة هتلعب بطلة ماليزة بس مش الاسب بالعكس عاد بيكون لعبك في التمهيدة بيبقى حاجة جيدة في حين ان يوسف سليمان هيلعب مع الناشئ المصري علي ابو العنين في الدور التمهيدي طبعا كل التوفيق للسكواش وخليني بس اقول لكم حاجة ان بطولات السكواش قلت جدا طبعا عشان موضوع كورونا فاصبحت كل بطولة لها وزنها في النقط العالمية فبطولة واحدة بتوصل فيها لدور قبل النهاية او النهاية تديك نقط كتير بتحسن الرانك بتاعك على مستوى العالم فبطولة زبطولة الجونة مهمة جدا جدا للعباتنا خليطلع فاصل عشان نرجع نكمل اخبارنا المحلية عندنا اخبار كتير ولكن انتظرونا بعد الفاصل